نواصل معكم هذه التغطية الآن قراءة في أبرز ما تناوله الإعلام الإسرائيلي حول الحرب على غزة وأيضاً ما جرى في لبنان اليوم مع الباحث في الشؤون الإسرائيلية من حيفا وائل عواد وائل مساء الخير ماذا لديك؟ مساء النور العزيز حازم والمشاهدين إذن قلنا الحديث عن يوم مثير يوم كبير والكثير من التفاصيل في إسرائيل وانتظار الرد وما يقال بأن عملية اختراق لم نشهدها سابقاً لا في إسرائيل ولا في غير إسرائيل كما يقول الإعلام الإسرائيلي ويحلل أنتك للفيديو الأول الإعلام العبري أغلب معلوماته اليوم تعتمد على الإعلام العربي بالذات على الإعلام اللبناني لمعرفة ما حدث عدد المصابين بقية التفاصيل أغلب المعلومات شعرت لكم بأنهم يأخذونها من الفيديوهات التي نشرت اليوم مع بعض التحليلات عن تفجير أجهزة البيبراد تابعة للحزب بالمناسبة أجهزة البيبراد جهاز صغير كانوا الصحفيين قبل عدة سنوات يستخدموا قبل ظهور الهواتفة الخلوية ومجموعات الواتساب وهكذا ويذكرون في الإعلام الإسرائيلي بأن هذه ليست أول مرة تظهر إسرائيل قدرتها باختراق حزب الله طبعا ليس بكل مفاهيم العالم ولكن على الأقل رأينا كم مرة تم معرفة أين تتواجد قيادات كبيرة لحزب الله من المفروض أنه لديها قدرة على الاختباء التخفي وأخذ الحيطة مسؤولين من الطراز الرفيع وغير ذلك تم قصفهم بطائرات مسيرة صواريخ وغير ذلك أو مثلا ذكروا اليوم أيضا بأن إسرائيل اخترقت تابقا عندما قامت اغتيال هنية بطريقة ضبابية حتى الآن لذلك يشيرون بأن الاختراق ليس فقط لحزب الله إنما لعدة مواقع في المحور الإعلام العبري وصف العملية اليوم بأنها إبداعية محكمة عبقرية من حيث قوة الاختراق نوعية الناس التي وصلوا لها المساحة الجغرافية التي غطتها العملية ينكلون بأنه حوالي 1800 إصابة في لبنان حوالي 9 شهداء مما لفت انتباه أحد الصحفيين وشدد على ذلك أن الفيديوهات التي وصلت تظهر بوضوح أن الذين يحملون هذه الأجهزة يبدون أشخاص عاديين يعني ليسوا جنودا مثلا أو ليس كلهم جنود ليسوا بملابس حرب مثلا أو غير ذلك ومن أجيال متنوعة كبار في السن صغار شباب ثمت مثلا رأي نقصت علقوا في الفيديوهات شخص كبير في السن نوعا ما يبدو في الفيديو وكأنه يشتري بعض الخضار ينقي بعض الخضار بالتالي هذا يضيء بالنسبة لهم على نوعية الأشخاص الذي يهتم حزب الله أن يرسل لهم رسائل مباشرة ووزع عليهم هذه الأجهزة طبعا لمن لا يعرف الجهاز هذا فقط يستكبر رسائل ولا يرسل نتنياهو اليوم أعطى أوامر لكل الوزراء أن لا يتحدثوا في الموضوع للإعلام في هذه المرحلة على الأقل وأن لا يكتبوا أي شيء على مواقع التواصل الاجتماعي طبعا كل التغطية اليوم كان دائما يشار فيها أو ينبه بأن إسرائيل لم تتبنى العملية بشكل رسمي حتى ساعات المساء على الأقل أحد المحللين في قناة ناش قال هناك عدد كبير من الإصابات المتفاوتة يسع شهداء ولكن المهم الشعور الذي أنتجته العملية يعني بقول بأنه ليس ما هي الخسائر البشرية هي المشكلة إنما الشعور النفسي بالنسبة لحزب الله هو المشكلة بأننا نستطيع الوصول نستطيع الاختراك إلى هذه الدرجة بمعنى الضرر النفسي الذي خلفت العملية حسب تحليلاتهم للصفوف حزب الله للبنانيين لكل النشطاء هو الأمر الأساسي وهناك الضرر الأكبر وليس من أصبنا وكم أصبنا الفيديو الثاني كيف تمت العملية كيف تمشي الأمور يعني كيف استطاع من نفذت العملية أن تكون بذلك أولا الجميع يجمع أنه هجوم كهذا بالطريقة ينفذ لمرة واحدة يعني هذه ليست طائرة مسيرة مثلا بنفس الطريقة يمكن أن تعيد الكرة كثيرا بالتالي من نفذ يعرف هذه الطريقة تستخدم لمرة واحدة يجب أن تتقن ثم خلص تحترق أوراق هذه الطريقة انتهى الموضوع في كناة 13 استضافوا خبير على الشاشة يعمل في الأمن الرقمي ما يسمى السايبر قال أولا أشار طبعا بأنه يتحدث من خبرته ليس لديه معلومات دقيقة وبقول أنا أتابع مثلي مثلكم ولكن لدي أي أن أضيفك خبير إسرائيلي في هذا الموضوع أولا المعلومات تقول أن الشحنة وصلت من الأجهزة خلال الأيام الماضية فقط بالتالي التحليل إما أن العملية تمت اليوم لأنه من نفذها أرادها اليوم أو احتمال تاني لأنه لم يكن معه مجال إلا أن ينفذها اليوم بمعنى أي أيام أخرى إضافية قد ينكشف الأمر مثلا أحد الأجهزة يخرب لا يعمل يتلف يفتحوا للتصليح فيكتشفون أو يقع خطأ ما في أحد الأجهزة فينفجر أو تصل معلومة ما عن أحد الأجهزة فيتم التخلص منها جميعا فلا تكون العملية بالتالي في حالات كهذه سيفقد المخطط خطط العملية القدرة على تنفيذها لذلك لديه فرصة واحدة واليوم كان أمام خيارين إما أن يكون فيها وإما أن تضيع وانتهى الأمر فاختاروا عصر اليوم بالتالي إما أرادها اليوم أو هذا الحل الوحيد بالنسبة لإسرائيل الأهداف ممتازة نشطاء للحزب اختارهم من بين كل المواطنين لكي يوزع عليهم الأجهزة فبالتالي فيه شيء مميز بالنسبة للحزب بالتالي هم هدف فجأة رنت الأجهزة كلها معا تم التفجير معا وحسب أين كان الجهاز طبعا في اليد على الخصر من جهة البطن وبمن انفجر وضع الصحي سابقا نجيله حسب هذه التفاصيل كانت حدة الإصابة الخبير فيه كناة 13 بقول نقطتين أخريتين بقول أولا الاختراق حدث إما عند المصنع من صنعها ولمحوا بأنه قد تكون أجهزة إيرانية بالتالي الاختراق في إيران وإما على الطريق يعني خلال نقلها هناك حدث الإختراق في الستيديو يرجحون وهذا المحلل بأنه على الأغلب ليس على الطريق لأنه على الطريق يحتاجون إلى سرعة في العمل بسبب ذيك الوقت وما إلى ذلك من تفاصيل طب كيف انفجر؟ أيضا تحدث عن احتمالين إما أن الاختراق جاء على شكل نوع البطارية بمعنى ركبوا بطاريات عندما تسخن تنفجر بالتالي سبب لها عن بعد من سبب لها أن تسخن وهكذا انفجرت وإما الأجهزة كلها كانت مفخخة بكل واحد منها كان هناك كمية صغيرة من المتفجرات ولكن لما تكون قريبة معنى صغيرة بسبب كربها يتم تشغيلها وبالتالي يكون الأذى عملية وذكروا في قناة 13 أيضا بعملية اغتيال المهندس مهندس الكنابل في حماس يحيى عياش اغتلوا في العام 96 حينها قامت إسرائيل بإجراء اختراق في الدائرة القريبة منه تم تبديل بطارية الهاتف الخلوي الذي كان أحيانا يستعمله فأزالوا البطارية الأصلية وضعوا مكانها بطارية أخرى بنفس المواصفات ولكن فيها مواد متفجرة قال له أحدهم رد على الهاتف مكالمة مهمة بدأ الحديث تم التشغيل عن بعد انفجرت نفس المنطق ولكن الآن تطورت الأمور من 96 إلى الآن كان الهاتف ملاصق لوجه فبالتالي تم التفجير واستطاعوا اغتياله حينها إسرائيل جندت أحد المقربين من عياج قيل بأنه واحد من مقرب حتى في صلة قرابة منه جندتك عميل لإسرائيل وكان ما كان ونفذت العملية اليوم ذكروا وقارنوا بين الأمرين وقالوا تطورت الأشياء الفيديو الثالث الصحفي بن كاسبيت على قناة ناش تسأل قال هل ما حدث اليوم هو بداية الحرب يعني إسرائيل هددت خلال الأسبوع سندخل أرضا وما إلى ذلك والحرب على لبنان وتجهزوا وتجهزوا يقول بدأنا أم يقول بأنه بالعكس هذا قد يكون تهديد من إسرائيل لحزب الله أنه انظروا كم بعيدا يمكننا أن نصل عليكم أن تحذرونا لا تدخلوا حربا ضدنا انظروا ماذا نستطيع أن نخترق وأن نفعل خصوصا أنه يفرض طبعا بأنه إذا كان منفذ الهجوم قد نفذ هذا بهذه الطريقة الآن قد يكون لديه مفاجآت أخرى على الطريق يملوني القول أنها ليست بداية المعركة بل رسالة مهمة هدفها أنه من قام بالهجوم أن يقول للحزب أنت مخترك نحن نستطيع أن نصلك هل تريد حقا حرب مفتوحة ملاحظة مني من حزب الله أيضا كانت رسائل عدة خلال الحرب مثل الهدهد فيديوهات الهدهد وغير ذلك كل هذا كل التحليلات كانت حينها أنه أيضا رسائل على نفس النسق أنه إسرائيل يمكن اختراقها يمكن الوصول إلى أماكن حساسة وأرادوا أن يسأل إسرائيل نفس السؤال هل أنتم مستعدون للدخول لحرب مفتوحة متأكدين الفيديو الرابع أولا في قناة I-24 نحن نرى الآن قناة 12 ولكن قبل ذلك في قناة I-24 سأل أحد المحلين هل الضربة تردع حزب الله الجواب كان لا الضربة قوية وعليمة ولكنها لن تغير المعادلة وأيضا تساءلوا هل ستقرب الحرب أم تبعدها في قناة ماش حاولوا الإجابة على هذا السؤال قالوا أن عدد الإصاد صبات كبير وفيه نوع من الإهانة للحزب كم كان مخترقا أو كم استطاعت إسرائيل أن تصلوا في هذه الزاوية حزب الله هدد اليوم وقالوا بأنه هدد بنفس اللهجة التي هدد فيها لما اغتيل القائد العسكري في الحزب فؤاد شكر قبل حوالي شهر ونصف بالتالي هناك اقتناع إسرائيلي التام أن رد حزب الله تيكون لا مفهر من رد الحزب طبعا السؤال كي التفاصيل الجبهة الداخلية الإسرائيلية لم تعطي اليوم توجيهات خاصة لا للمواطنين في إسرائيل ولا لسكان الشمال ولكن قالوا لسكان الشمال ابقوا بكرب الملاجئ يعني توقعوا ليلة قد تكون ساخنة جدا أقول لم يعطوا تعليمات خاصة بالتالي وجود أهالي الشمال كرب الملاجئ هذا هو الوضع العادي تحول خلال الأشهر الأخيرة لذلك قالوا لا يوجد توجيهات جديدة بالتالي توجيهات العادية ابقوا بكرب الملاجئ هناك تفصيل آخر مهم اليوم جهاز الأمن العام الشباب قال بأنه تمكن من إحباط محاولة لاغتيال شخصية أمنية إسرائيلية بارزة سابقة ولكنها بارزة من وجه ذلك حزب الله الفكرة كانت استخدام عبوة ناسفة وضعها مكان ما يقولون في منطقة المركز يذهب للرياضة هناك وكان يمكن تفجيرها العبوة كانت مجهزة بآلية تفجير عن بعد من لبنان كان مع العبوة كاميرا وهاتف خلوي لم يقولوا لا من هي الشخصية الأمنية المهمة ولا من هي الخلية التي يقولون أنه تم تشغيلها يعني لا قالوا من مسكنا ولا من كان ولكن طبعا قالوا بأنه استدعينا الشخصية الأمنية وقلنا لها الخطر الذي يحدق فيها الآن تسألوا هل هي مصادفة أنه تنفيذ العملية في نفس اليوم الذي كان فيه هذا الخبر يعني رسالة برسالة يعني أنه يقولون لحزب الله اخترقتم فما سكناكم نخترقكم وعلى أوسع ولا تمسكونا هذا أهم ما جاء في عملية اليوم انتهت الفيديوهات نذهب الآن إلى المقال اليوم بالآخر المقال هذا تطورات كلها تحدث بينما للتذكير في إسرائيل معركة سياسية كبيرة بين نتنياهو وقلن الآن سيجتمعان معا سيقرران معا يجلس اليوم قلن مع نتنياهو وهو يعرف أنه يجلس مع الذي يخطط أن يقيله عما قريب يريد تخلص منه سياسيا الآن لمقال في السياق كتبه الصحفي أنون أفراموبيتش بقول بأنه سارة نتنياهو زوجة نتنياهو أزالت حق النقد على ضم قدع ساعر إلى الحكومة بسخر من نتنياهو بأنه من يقرر عنده هي زوجته لقد أثبت ساعر بقول الكاتب بأنه صاحب قدرات عالية كوزير لما كان وزير تربية وتعليم لما كان وزير قضاء وهناك إنجازات أخرى يقول لساعر لأنك يعني عندك إنجازات توقف عن الدخول مع نتنياهو أمامك رئيس وزراء خطر لا ترك عن نتنياهو لأنك استطلاعات الرأي لا تعطيك بأنك ستجتاز نسبة الحسم الآن ملاحظة ساعر ليس عسكرياً ليس مثل جلن أضع كل حياته بالجيش ولكن من حول نتنياهو الآن يقولون لا حاجة لأن يكون وزير الأمن مع خلفية أمنية يقول أفرموفيتش صحيح بأنه لا حاجة لأن يكون وزير الأمن ذا خلفية سياسية ولكن هذا ليس مع رئيس وزراء مثل نتنياهو كل اعتباراته شخصية عائلية بسبب قضايا القضاء ضده كثر من الجنرال لا تعرفوا نتنياهو بأنه إنسان خطير على أمن إسرائيل يقوم بمناورة سياسية الآن وقت الحرب يقول أيضاً بأنه نتنياهو يريد إزالة جلن لكي يزيل الخطر على بقاءه كرئيس حكومة وليس لإزالة الخطر عن أعداءنا حسب الكاد أخيراً الصفقة مجمدة تقريباً لم يتحدثوا عنها اليوم تبادوا الأسرة رأيتم كل هذه التكنولوجيا والاختراقات التي يتحدثون عنها نعرف لم تصل لتحرير المحتجزين بالتالي لا مجال إلا للصفقة رغم كل ذلك هذا الموضوع لم يتحدثوا عنه اليوم تقريباً الحرب على غزة مستمرة الوجع مستمر النزوح والمجازر وكل ما يحدث هناك مستمر اليوم اليوم في ظل هذه الأخبار بعض الناس لا تنتبه اليوم ثلاث مجازر في غزة 26 شهيد خلال 24 ساعة الأخيرة حصيلة الشهداء ارتفعت لـ 41.252 حتى كتابة هذه النافذة العدد حتماً ازداد خلال البث الآن ممنوع أن نعتاد ولكل ليل آخر مهما بدأ من غير آخر أراكم على خير غداً بأخبار أفضل بإذن الله والسلام عليكم ورحمة الله اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة توقفوكوووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووooوووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو